لماذا تجسد المسيح طبعا أنا أحب أن أسمع منكم أحب أن تتواصلوا أرقام الهواتف موجودة على الشاشة أحب أن أسمع منك وكان الرد هو يعني معظم الرد كان من الرسالة إلى العبرانيين الإصحاحة الثانيين وبعد إذنك دكتور أنا يعني بذكر الثلاث نقاط اللي حضرتك ذكرتين كمان مرة ليعيد سلطان الإنسان المفقود بسبب الخطية ليتمم الفداء والبدلية وذكرت بإسهاب طبعا عن موضوع إنسان إنسان كامل عنده مواصفات الفادي والشروط اللي اللي بتخلي يتصف فيها هذا الفادي إنه كامل بلا خطية وكفارته بتنفع لكل البشرية مشت لواحد لأنه قيمته غير محدودة طبعا قيمته لأنه الله زار في الجسد فقيمته تساوي أو تزيد عن قيمة العالم طبعا تزيد عن قيمة العالم حطه في الميزان وحطه كل البشر حتلاقي الكفة بتاعته نزلت وطبعا الشيء التالت إنه حتى نصير أبناء وبنات للرب بالتبني طبعا هذا بالإيمان لنتمتع نحن الخطاب بالبنوية لا قبزاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام لأن المقدس اللي هو يسوع والمقدسين اللي هم إحنا جميعهم من واحد فلهذا السبب لا يستحق أن يدعوهم إخوة ويركده في آية 13 ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله لما يدخل بنا للنجد يقول له ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم ترجمة نانسي قنقر